كاس العالم للأندية ودخلين على معمعة مباريات دوري أبطال إفريقيا بنفس المعنى كده معمعة وزحمة ماشرات كبيرة جدا لو نتكلم مع بعض ونبص على ارتباطات الأهل للفترة الجاية ارتباطات صعبة جدا وقبل ما خش في الارتباطات دي الناس هتعرف ليبيتس ومسيماني في أول يناير ادى راحة للفرقة 12 يوم لأنه مش هيلاقي الفرصة دي تاني للفترة الجاية إلا أسبوع في شهر مارس لما المنتخب يكون عنده مرحلة الدور الفصل لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكاس العالم مع منتخب السنغان طيب أول مباراة للأهل عقب العودة من أبو ظبي يوم الجمعة الجاية مباراة الهلال السوداني في الجولة التانية من المجموعة الأولى لدورة أبطال إفريقيا يوم الجمعة الساعة 3 العصر على ملعب الجوهرة الزرقاء في الخرطوم طيب بعدها بأربع أيام الأهل والمقصة في الدوري يوم 22 فبراير بعدها بأربع أيام الأهل يستطيع في سنداونز على ملعب الأهل والسلام في الجولة التالتة لدورة أبطال إفريقيا يوم 26 فبراير 25 أو 26 كأن أكيد الأهل سيختار 26 سيبقى فيه مساحة وقت بين كل مباراة والتانية فاركو والأهل ينرجع للدوري بقى تاني 26 فبراير يعني هتريح 27 28 تلعب 1 مارس يعني يا دوبك 48 ساعة قبل مباراة فاركو ثم تستضيف المريخ السوداني في المباراة المؤجلة يوم 5 مارس ثم تسافر إلى جنوب إفريقيا أو قبل جنوب إفريقيا عندك مباراة مع بيرامدز يوم 8 مارس وهذه مباراة معجلة هتتلعب يوم 8-3 طيب من 8-3 إلى 12-3 بنتكلم في أربع أيام الأهل عنده رحلة إلى جنوب إفريقيا والرحلة دي تبقى شقة شوية إنك مش هتسافر وتلعب في بريتوريا أو جوانيسبرج زي كل مرة لا إنت المرة دا تغير وتروح تلعب في مدينة اسمها ريستنبرج دي بتاعت حوالي 180 كيلو متر عن جوانيسبرج يعني هتنزل مطار جوانيسبرج وهتاخد بالحافلة والأطوبيس في الطريق البري حوالي ساعتين ساعتين إلى ربع عشان تروح تلعب في ريستنبرج ملعب فريق سانداونز في هذه البطولة طيب دور الـ 32 لكأس مصر 14 لـ 17 مارس ولكن المريخ السودان هيستضيف الأهلي يوم أحد أيام 18 و19 مارس هنا في روايتين المريخ قد يستضيف الأهلي في جنوب إفريقيا حسب الأنباء الواردة من خلال بعض المصادر في السودان أو قد يلعب مع الأهلي في القاهرة في رواية ورواية تانية طيب إذا الأهلي هيلعب في جنوب إفريقيا فبالتالي هيلعب مع سانداونز يوم 12 وبنسبة كبيرة سيظل في جنوب إفريقيا حتى يوم 19 مش طبيعي يسافر ويرجع عشان يلاعب المريخ السوداني تاني في جنوب إفريقيا طيب ماتش الكاس وقتها هنيجو قتها ونشوف ساعتها اللي التحادي هيتعامل ازاي مع الموقف ده بعد 19 مارس عندنا معرقة مهمة جدا ومواجهة قوية جدا لمنتخبنا الوطني في الأجندة الدولية مع منتخب السنغال في الفترة من 21 إلى 29 مارس ترجع بقى عندك أول مباراة في الدور التاني مع الهلال يوم 1-2 إبريل ثم الاتحاد السكندري في الدور المصري 6 إبريل المصري 9 إبريل وإن شاء الله بإذن الله نتأهل إلى دور التمانية مباراة الزهاب أحد أيام 15 أو 16 إبريل هنتعيب تمون كتره في صراحة المتشاط اللي وراء بها ثم بعد ذلك مباراة أمبي والآلي في الدور المصري يوم 19 إبريل ثم إياب دور التمانية أحد أيام 22 و23 إبريل ثم 27 إبريل مباراة التلاقع ثم 30 إبريل مباراة سيراميكا كيليو بطرة أنا جالي شد يعني أنا واقف كده وبقرأ الكلام أو بقرأ التفاصيل المتشاط جالي شد عضل بصراحة كان الله فعوني الجهاز الفني واللعيبة وخدوا بالكم انتكد هتبقى لعبت 15 مباراة في الدور لسه عندك مباراتين مؤجلتين أحدهم بالتأكيد مبارات الجونة اللي اتأجلت عشان عنده الأهل مباراة مع الهلال السوداني وبالتأكيد كل ده بقى في شهر خمسة مع مرحلة نصف النهائي والمباراة النهائية فربنا يكون فعوني الجهاز الفني واللعيبة هذه التحديات لكن إن شاء الله الأهل أدها وقدود أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجى مع بعض ونشوف أبرز أخبار الأهل النهاردة وبالتأكيد بيستعد من خلال الفترة الجاية إلى مباراة الهلال السوداني اشتركوا في القناة